عندنا طبعا نروح لكرة السلة كرة السلة عندها اشتركات كتير الفترة الجاية في بطولة افريقيا تصفيات المنطقة الخامسة المنتخب الكبير في بطولة افريقيا للشباب فاتحاد كرة السلة عنده نشاطات كتير او فرق كرة السلة نشاطات كتير الفترة الجاية طبعا فريق الشباب تحت 18 سنة بقيادة كابتن الكرداني زي ما انتعرفين كابتن كرداني هو مدير الفني محمد الكرداني هو مدير الفني لفريق نادي الجزيرة وبالمناسبة يعني للناس لو مش فاكرة محمد الكرداني لعب للنادي الاهلي سنتين كابتن محمد الكرداني انتقل من نادي جزيلا نادي الاهلي لعب سنتين وبعد كده رجع راح على نادي سبورتينج أنهاناك طبعا ما سرته مع كرة السلة كابتن الكرداني قرر أنه يضم ست لعبين من نادي الاهلي هم مؤمن طريق خير محمد حازم محمود وليد مالك ياسر عبدالله ناصر علي أنور منتخبنا بيتمرن بكل قوة عشان البطولة هتستضاف من واحد لحتى تسعة ديسمبر طبعا قوام الفريق كله من كل الاندية منتخبنا بيتمرن دلوقتي على صالة 6 أكتوبر زي ما حضركم عارفين صالة 6 أكتوبر كان اتحاد السلة فراشها بالبركية أو بملعب البركية اللي بيتجمع طبعا حضركم عارفين كان اتحاد السلة عنده ثلاث ملاعب بركية الحقيقة بيقدر يجمعها فطبعا فارش البركية في صالة 6 أكتوبر لأنه البركية بيبقى من الأرضيات المريحة جدا للاعب الكرة السلة عكسي يمكن الألعاب الأخرى طيب احنا لسه في قطاع كرة السلة زي ما احنا عارفين السنة اللي فاتت كرة السلة أو قطاع كرة السلة سواء رجال أو سيدات حصل على الدرع العام وانا قلتلكم ساعتها ان ده ما بيجيش من فراغ بيجي نتيجة شغل ومجهود بيبتدي من الأكاديميات وزي ما كان الحلقة اللي فاتت معنا أكاديميات السكواش وشوفنا مع كابتن عباس قاعد بيزاي بيستعده عندنا أكاديميات كرة السلة النهارة الحقيقة كابتن علاء شاهين مدرب فريق 12 سنة طبعا بيوعد أو يعني يكون حضرنا تمرينه وبنشوف هو الراجل بيقول إن إن شاء الله الفترة الجاية احنا مركزين في الأكاديميات عشان ندعى عامل فرق النادي وكمان فرق الدرجة الأولى باللاعبين الكويسين وده الحقيقة احنا بنى عشر سنين كان قطاع كرة السلة ويمكن أكتر من كده ماشيين بأداء كويس جدا وقال إن التدريبات بتبقى يوم الجمعة والسبت على صالة الشهداء في الأهلي الجزيرة ويوم التلات بتكون على الملاعب المكتوحة اللي جنب التراك ترجمة نانسي قنقر